الآية التي قرأتها في إنجيل متى لا تخاف من الذين يقتلون الجسد بل خاف من الذي له السلطان السيادي السلطان أن يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم من هذا اتخاف فإذن الخوف ليس أن يقتل الجسد ولا يهدد الجسد طبعا اليوم عم نشوف كتير بيدبحوا مسيحيين مثل ما شفنا بالفيديو وكتير مسيحيين عم بيقتلوا من فترة بسيطة سمعنا عن لاس فيجاس 58 شخص اتقتلوا بشخص بسبب واحد ملبوس عفريت وشياطين قتل ناس أبرياء فكتير مرات لن ندرك أهمية هذه النفس ماذا يعطي الإنسان؟ فداءا عن نفسه بإيش؟ الغنى لو ربح العالم كله عندك كل إمكانيات تمتلك كل السفن وبتمتلك كل القصور وبتمتلك كل البيوت وكل السيارات وبتمتلك كل الدهب والألماص وبتمتلك كل الأشياء وبتمتلك حتى أولاد وبنات وعندك يعني ما خليتش إشي في الدنيا إلا موجود عندك شو بقولك شو الفايدة؟ شو النفع؟ إذا ربحت كل هذا بحطه بكفة ميزان ونفسك في الكفة الأخرى نفسك وين؟ نفسك وين؟ أنا بصلي أنك تقرر هذا القرار من كل قلبك ترجمة نانسي قنقر